لو بتدور على طريقة سهلة وفعالة عشان تعمل فيديوهات اجنبية احترافية وجذابة للقناة اجنبية باليوتيوب او اي منصة التواصل الاجتماعي بقى انت في المكان الصح وفي الفيديو ده هعرفكم على موقع هيساعدك تحول افكار وراقل فيديوهات اجنبية مميزة بسهولة وسرعة وبدون الحاجة لأي خبرة سابقة في المونتاج او تحرير الفيديوهات يلا بينا نبدأ الفيديو موقع النهاردة هو منصة مبتكرة بتعتمد على الزكاية الاصطناية عشان تقدم حلول شاملة لمنشيء الفيديوهات ده مثال لقناة اجنبية بتعمل كصص تاريخية القناة دي عاملة تلتمية وستاشر الف ومشترك من اربعة وعشرين فيديو عاملة خمسة وتسعين مليون مشاهدة وتاريخ الانضمام سبعتاشر تلاتة يعني من حوالي سنة ونص بصراحة رقم كبير جدا وبتعتمد القناة دي في فيديوهاتها على الموقع اللي احنا هنشرحه النهاردة من عدد فيديوهات قلل جدا بيقدر ان هو يعمل فيديوهات احترافية جدا مش محتاج مونتاج ولا يتعلم مونتاج ولا تعليل فيديو ولا ان هو حتى يعمل صور كل ده بيتعامل بشكل اوتوماتيك طبعا النوعات من القناوات وخصوصا لو قناة جنبية ممكن تحقق ارباح كويس وموقع النهاردة هو موقع موقع اللي تقدر من خلاله تحول القصص بتاعتك لكصص حقيقية تقدر تحولها الفيديوهات احترافية بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده تقدر تنوع في الالوان تقدر تنوع في الكلام اللي بيتكتب على حسب ما انت عاوز عشان تبدأ تستخدم الموقع فانت بكل بساطة محتاج تروح على الصفحة الرئيسية من الرابط اللي هتليف وصل فيديو هتضغط على لازم تسجل بحساب جيميل فهتضغط على اول ما تضغط عليه هتطلقائيا هيحولك على الصفحة الرئيسية لحسابك بالشكل ده هتظهر معك بعد كده الصفحة دي اللي من خلالها بيجي يقولك اختار اللغة اللي انت عايزها طبعا هو الموقع كل اللغات اللي بيدعمها اجنبية ولكن اعتقد مستقبلا هو ممكن يضيف لغة العربية اكتر حاجة هنا موجودة الانجليش طبعا اكتر حاجة مشهورة وفي الفرنساوي في برتغالي وفي اسباني وفي ايطالياني وفي هولندي في كمان الماني ولكن احنا هنستخدم الانجليزي طيب مهم جدا ان انا هنا اكتب تفاصيل بسيطة عن الفيديو اللي انا عايز اعمله عشان يبدأ الموقع ان هو يحوله لي لفيديو احترافي طب ازاي ان احنا ممكن نكتبس او نعمل الكصص دي طبعا احنا نقدر نستعين بموقع الشاتبوت زي ان احنا نقدر من خلاله نعمل مقالات بسيطة هناخدها نحولها لفيديوهات مثلا هاجي هنا على وطبعا تقدر تستخدمه بشكل مكاني لو احنا روحنا على المربع ده وكتبنا مثلا اكتب مقال عن الحرب العلامات الثانية واضغط على السهم ده هيبدأ ان هو يكتب لي مقال بالشكل ده هتلعز هنا ان هو كتب لك كلام كتير جدا لكن انا طبعا عايز اختصر الكلام ده وكمان اخليه باللغة الانجليزية فباجي هنا بكل بساطة هروح كتبله اختصر المقال وترجمه الانجليزية واضغط على السهم دين هتلعز برضو ان هو هنا كتب اكتر ممكن اجي تاني واقول له اختصر المقال في جملة واحدة هنا هو اختصر خالص بقى بس انا طبعا انا محتاج ان انا اخد النص ده وكده كده لما اروح للموقع بتاع هو هيبدأ ان هو يكون القصة بناء على احداث اللي حصلت بالفعل فهروح بعد كده بعد ما اخد النص ده كده كوبي هروح على الموقع بتاعي هدخل على موقع بعد ما اختار اللغة هاجه هنا في المستطيل ده وهضغط على فهيكتب لي هنا الكلام اللي انا اه محتاجه وده كله خاص بالفيديو اللي انا عايز اعمله عن الحرب العالمية التانية وبعد كده هضغط على هنا في هيحولني على الصفحة التانية وهي صفحة انشاء الفيديو هتلاحز هنا جايب لك هنا اكتر من خطوة لازم تفعلها او تختار منها علشان تقدر تنتقل للخطوة التانية وهي خطوة واول حاجة هي هنا هنعملها ان هو بيجي يقول لك انت عايز الفيديو ايه فانا هقول له مثلا يعني يكون خاص بالمعلومات ممكن نغير اه ممكن تغير اي حاجة على حسب انت بتعمل ايه بس انا اختار بعد كده بقول اللي انت عايز الفيديو بتاعك يزهر به جايب لك اكتر من فانا اختار الاول ده عجبني هضغط عليه كده بس اقدر اشوف استالات تانية اقلو ضغط على هيجيب لك كل استالات المتاحة في الموقع ان انت تختارها هم حوالي تمانية فقط بس انت ممكن تختار لعجبك لكن انا اخترت ده بعد كده هنزل تحت بيجي يقول انت عايز بقى هنا مثلا الفيديو انت محتاج ايه هنا ممكن تختار حاجة فيها او حاجة فيها رعد او حاجة فيها نجوم بالشكل ده او الشمس انا هختار ممكن اختار اه اعتقد يكون مناسب للفيديو ده بعد كده بيجي لك يقول لك انت محتاج موسيقى فبيجيب لك اكتر من نوعية موسيقى تريده تدوس هنا بيجيب لك اكتر من نوع بحيس تختار المناسب لك مثلا هضغط على حاجة زي دي. لو ضغطت عليها بتسمع الموسيقى اللي انت عايز تستخدمها. عجبني دي اكتر فيها كده يعني موسيقى تحفزي اكتر هضغط عليها كده وبعد كده اضغط هنا كده انا اخترت الموسيقى بتاعتي. بعد كده هاجي على الاصوات. عندي اكتر من صوت لو ضغطت على هيجيب لي كل الاصوات. فيه اصوات بنات وفيه اصوات رجال. انت تقدر طبعا تختار الصوت مناسب لك ازاي? اول ما تضغط على السهم ده هيشغلك الصوت عشان تختار. هنضغط مسلا على الصوت زي ده. تعال نجرب ده. اعتقد ده هيكون مناسب لي اكتر فهضغط عليه بالشكل ده. بعد كده قافل هتلاحز هنا ظهرت لي بالشكل ده لان انا كده تممت كل اعدادات بتاعتي. فبعد كده بكل بساطة هتضغط على هيحولك على الصفحة اللي بعد كده. هنا خلاص بيجي راجع معاك بعد التفاصيل. وهو هيبدأ دلوقتي ان هو يكتب لك السكريبت الخاص بالفيديو بتاعك. هنا في السكريبت بقى هو تلقائيا بيبدأ يكون لك الاحداث. يعني لكل صورة هتزهر هنا هتلاحز ان هو هيبقى ظاهر كلام معين. تقدر طبعا هنا ان انت تشوف الكلام اللي هيتكتب. هو مجمع اكتر آآ من نص بالشكل ده. بعد ما بيخلص بتاعه بيجيب لك هنا تاني اي تعادلات عايز تعدلها ممكن تعدلها هنا. كل دي الحاجات اللي احنا اخترنا قبل كده وده بيجي يقول لك انت عايز يزهر فين? انا ممكن اقول له في السنتر عشان يزهر معي كويس اللي هو الكلام اللي هيزهر على الفيديو. وهنا برضو الخط ممكن اختار خط زي ده. وهنا هختار اللون هسيبه اصفر زي ما هو. وبعد كده هضغط على عشان يحاولني للخطوة اللي بعد كده. ودي الخطوة الاخيرة اللي فيها بيتم انهاء الفيديو عشان في النهاية بعد حوالي دقيقتين يبقى معاك فيديو بدون اي تعب او مجهود ادارة ان انت تعمل فيديو تقدر بكل بساطة ان انت تنشره على قناتك على اليوتيوب واللي من خلاله تقدر تحقق مشاهدات كبيرة جدا وتعمل قنوات متنوعة سواء وثائقية تعليمية ايا كان اللي انت حابب ان انت تعمله. ودلوقتي اصبح الفيديو بتاعنا جاهز. تعال بقى نشوف لما نشغل الفيديو هيزهر معنا زي. وزي ما شفنا بصراحة عمل فيديو بسيط ولزيز. الفيديو نقدر نستخدمه كشورتس على منصات اليوتيوب او فيسبوك او اي منصات على سوشيال ميديا. وتقدر كمان انت تتكون جمهور وتعمل مشاهدات عالية جدا زي ما شفنا في القناة اللي بتعمل محتوى تاريخي. وسواء انت عند فكرة او انت ممكن تستعين بالشاتبوت فحتى لو انت مش بتقدر تكتب او تترجم فالشاتبوت هيساعدك كتير جدا في انك تقدر تحول افكارك او تكتبس اي افكار انت عاوزها وتقدر بعد كده تطلب من الموقع ده ان هو يعملها لك او يحاولها لك لفيديوهات احترافية بالشكل ده. هجرب كمان معاكم هنا جيت قلت له انا عايز مقال عن فاجهة المنجا بلغة انجليزية. همال لي هنا مقال من سطرين بالشكل ده اخد كوبي وارجع تاني برضو اطبقها على الموقع. هاجي هنا هضغط على نفس النظام هاجي هنا هحط الكلام بتاع بالشكل ده. بعد كده اضغط على هختار التفاصيل المناسبة ليه المراد ممكن اغير او انوع في الاستخدام. ممكن استخدم حاجات تانية مثلا هختار نمط زي ده. وارجع هنا تاني ممكن برضو اختار حاجة زي السنلايت. واجه هنا اختار اي نوع اوه اخر من الموسيقى تكون مرحة شوية. هختار مثلا حاجة زي كده وارجع تاني هنا بقى اختار الصوت. ممكن مرة دي اختار صوت تاني. ممكن اختار صوت بنت. لو ضغط هنا على في ميل هتيجي هنا بالشكل ده. ويجيب لك كل اه الاصوات الخاصة بالبنت. هتضغط على اي صوت تسمعو? اختار مسلا الصوت ده وبعد كده اقفل ده واعمل ناكست. احاولنا على الصفحة اللي بعد كده. هزبط الاعداد بتاعتي وممكن اختار برضو هخليه سنتر. مجرد ما يخلص هضغط على ناكست. ودلوقتي هيظهر معايا فيديو كمان تاني بالشكل. فرغم كل شيء خلقك تقوين عن مانتجه. هذا لاحظهر معايا في ر Krankاني حدفه. احذر جميع مدده للتعليق ابحي من مدده. لحظهر معايا في مدده ومعايا في مجرد احذر من مائنا وطنق ومعايا في مائنا. مانتجهة لحظهر بالمانتجهة ميلي جميل لتأكيد كماني. لحظهر اخطر بيشهر بجرد كمانتجه كمانتجه هذا مرحب. لو عاست عرف تفاصيل الاشتراك في الموقع هندخل على هتلاقي عندك هنا فيه اشتراك فري لو انت لسه مشترك في الموقع بيديك فرصة ان انت تعمل فيديوهين ولكن بعلامة مائية اما لو انت اشتركت شهريا فعندك اشتراك بمعادل تسعة عشر دولار او تسعة وعشرين دولار وتراك الشهر بيديك عشر فيديوهات طبعا بدون علامة مائزة اللي احنا عملناه ولو انت اشتركت بتسعة وعشرين دولار بيديك عشرين فيديو بدون علامة مائية حتى مانا تكون استفدت من الحلقة تقدر دلوقتي ان انت تجرب الموقع من الوقت اللي هتلاقي في وصف الفيديو لو عجبتك الحلقة ما تنساش ترك في قناة فعال زي الجرس علشان تشوف كل فيديوهاتنا وفي النهاية السلام عليكم